السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله الحلقة الثانية في سلسلة التجويد في دقائق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين نبدأ على بركة الله الحلقة النهاردة ان شاء الله حلقة تكون جميلة وممتعة وشيقة ليه بقى؟ لان الحلقة النهاردة اول حاجة هي مش حلقة نظري وأكاديمي ولغة بقى واصطلاحا لا الحلقة النهاردة خاصة بالقلوب الحلقة النهاردة خاصة بالهمم بتجديد النواية برفع المعنويات الحلقة النهاردة بعنوان فضل القرآن الكريم هل وانت بتقرأي القرآن او انت بتحفظي الربع بتاعك وهتسمعيه وعندك همة عالية كده وانت بتحفظي هل بتستحضري النية بتجديدي النواية بتحطي نواية كتير قوي قبل القراءة وقبل الحفظ هل تعرفي فضل القرآن الكريم فضل الحفظ وفضل التلاوة طيب ما تيجو كده نعرف فضل القرآن الكريم يلا بنا اعلمي ان الله تبارك وتعالى جعل كتابه بالأدواء شفاء ولصدق القلوب جلاء وان خير القلوب قلب واع له وخير الالسنة لسان يتلوه وخير البيوت بيت يكون فيه طيب احنا اخذنا المرة اللي فاتت اخذنا من صفات القرآن ايه اخذنا ان القرآن نور والقرآن شفاء والقرآن رحمة والقرآن مبارك والقرآن بشرى صح؟ كل الحاجات دي لما تستوعب المعنى بتاعها كويس يرزقك في قلبك كده طمأنينة وحب لكلام الله وحب لله سبحانه وتعالى وتبتدي تقرأي وتتدبري آيات الله وتبتدي تحفظي كتاب الله ونكون إن شاء الله من العاملين له طيب تعالوا بقى نشوف ايه الآيات لربنا ألها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على فضل تلاوة القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم إن تلاوة القرآن الكريم عبادة يعني وانت بتتل القرآن الكريم تستحضر النية أنك تتعبد الله بتلاوة كتاب الله يبقى تلاوة القرآن الكريم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى وقد جاء الأمر بتلاوة القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى طبعا إحنا مش نقول كل الآيات لكن إحنا بنعمل إيه بنستحضر الآيات وبنجدد مع بعض النوايا بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك طيب بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن طيب دي الآيات في القرآن الكريم التي تحثون على إيه؟ على تلاوة القرآن الكريم طيب تعالي نشوف بقى في الأحاديث النبوية الشريفة التي تحثنا على فضل تلاوة القرآن الكريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصة اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا من أهل القرآن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا واجعله شفيعا لنا يوم القيامة وعن عبدالله من عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وبكده نكون خلصنا أول جزء معانا وهو فضل القرآن الكريم تعالوا ناخد عنوان كمان مكمل لفضل القرآن الكريم فضل تلاوة القرآن الكريم وفضل حملت القرآن الكريم تعالوا نشوف كده قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يبقى تلاوة القرآن تجارة ليس فيها خسارة أبدا تجارة كلها مكسب كلها ربح ربح في الآخرة إن شاء الله درجات درجات وحسنات نرتقي ونرتقي طيب نكمل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور طيب يبقى إن شاء الله ربنا يرزقنا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة طيب تعالوا نشوف كمان وعن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني لبي يتعلم القرآن ويعلمه ربنا يجعله من الأخيار خيركم من تعلم القرآن وعلمه كل ده تجديد للنواية عشان وانت بتحفظي وانت بتدل القرآن تجددي نيتك وعن عائشة وعن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران الحديث ده بقى جميل جدا لإنه سبحان الله يعني الماهر بالقرآن عرف ما كانت مع السفرة الكرام البررة اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم طيب واللي بيقرأ القرآن ومش بيعرف يقرأ أوي بيخطأ في أحكام الكلمات عنده مش مظبوطة وبيحاول ويجاهد كده ملهوش أجر لا ده إبقى وهو عليه شاق له أجران جاهدي نفسك ده قراءة القرآن وانت بتتعتعي وحفظ القرآن وانت بتجاهدي نفسك ليه إيه أجران مش أجر واحد فجاهدي في سبيل الله واخذي الكتابة بقوة وجاهدي وان شاء الله رب الكريم هيعطيقي من الفضل والثواب العظيم طيب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وهم لا تجعلنا منهم يا رب وعن عمر بن الخطاب قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وما اجعلنا منهم ويضع به آخرين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بي به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف طيب في نهاية الحلقة عايز أقول جهدي نفسك جهدي نفسك في تلاوة القرآن إحنا في الأشهر الحرم في شهر رجب جهدي نفسك إنك تقرأ كتير عاودي نفسك على تلاوة القرآن تلاوة القرآن في البيوت بتجعل البيوت كلها بركة تبعد عنك الشياطين تخرجها من البيت عاودي نفسك على حفظ القرآن حتى ولو الذاكرة بتاعتك ضعيفة كل يوم احفظي آية وبكرة احفظي آية وبعدها تلاقيها بقت أيتين وبعده بقت ثلاثة ويبتدي المخ كده يستحضر ويبتدي يهيأ نفسه للحفظ وهتلاقي بدأتي تحفظي وتحفظي والهمة عندك بدأت تعلم كمان وانت بتحفظي أو بتتلو كتاب الله استحضري نوايا كتير أوي عشان تقدي بكل نية أدره كمان اخذ بالك دايما تدعي كده ربنا يرزقك القبول والإخلاص ربي لا يجعل هذا العمل فيه رياء ولا سمعة واجعله خالصا متقبلة لوجهك الكريم جزاكم الله خيرا انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله أداب تلاوة القرآن الكريم ما تنسوش تنشروا القناة تعملوا مشاركة وضايك واستفسار لأي حاجة عايزين تسألوا عنها وأي تعليقات وأي أسئلة مرحب بكم إن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك دمتم في أمان الله